بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي السلام علي السلام نبينا محمد علي افضل الصلاة والسلام واتم التسليم. بإذناء النهاردة هنشوف مع بعض طريقة صيانة المراوح اللي بالشكل اللي امامنا ده. والنموذج اللي قدامنا ده لمروحة فرش زي ما احنا شايفين. طبعا حابب ان اوه انك لازم تعمل صيانة لوقائية لمروح دي حتى لو كانت سليمة زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو ده. اول حاجة بنبتدي في حلها. وهي بتكون الكفر الخارجي للمروحة اللي امامنا ده. وهي الكليبسات الحديد دي بنطلعها لبرة كده. ويبقى في حدود اربعة او ستة حسب نوع المروحة عندك. نبتدي نشر الكفر ده ونركنه على جنب. تاني حاجة لازم نركز فيها ان السامولة اللي بتبقى امام المروحة بالاسود دي. ودي الحل بتاعها عكس المعتاد. يعني ده حلها مع اتجاه الساعة. نخلي من بالنا من الحكاية دي كويس. طبعا الرشة دي بنحط ايدينا من وراها كده. وبنعمل ايه زي ضقرة بالبلد كده وبنرفعها الفوق بتطلع معانا بكل سهولة. طبعا كل ده ينركنه على جنب حد ما نبتدي حل جميع اجزاء المروحة. عندنا السامولة دي بقى حلها عكس عقارب الساعة وده الحل المعتاد اللي احنا واخدنا عليه. تاني حاجة البلاستيكية دي او ده المسؤول عن ميكانيزم الحركة شمال ويمين بنشده الفوق. ولازم تتأكد ان لو انت بتستخدم نوعية تانية او بتحل مروحة بتحل نوعية تانية من المروح تتأكد ان في النص ما فيش مصمار. بعد كده هنحل الوش الكافر الخلفي. وبيكون عادة ممسوك بمصمار واحد وبنشده للخارج بالشكل ده. برضو بنركنه دلوقتي ونبتدي حل الموت. زي ما هنشافين كله اطربة وهي دي اللي بتسبب عندنا المشاكل. نخلي بالنا ونركز كويس جدا. الاطربة دي هي اللي بتيجي عند الجلب وبتسبب فيها تقل وبتسبب احتراق المروحة. فاحنا اللي عملنا صيانة لها كل فترة مش هيحصل لها اي مشكلة. اماما خلنا في موضوعنا ده المصمار اللي ماسك ركيز المحرك العمود بتاع ركيز المحرك. وطبعا الحديدة دي بتاعت ميكانيزم الحركة شمال ويمين او الخوصة دي لازم نحلها. وانا بفضل ان احنا نحلها من الخلف. ممكن نتحلها من الامام بس ممكن نحلها من مصمار الخلفي اللي وارده. ده شكلها بعد ما حلنا المصمار الخلفي عشان يبقى المحرك حر. بعد كده نحل المصمار اللي في الرقبة بتاعت المروحة. هي بتتسمى كده بالاسم ده. ومش لازم تحله للاخر. يعني نحله شوية بحيس العمود يطلع من مكانه. طبعا عندنا في عملية حل المحرك بعد ما بقى امامنا كده. اربع مصامير اللي احنا شايفينهم دولة اللي انا شاورت عليهم. هنبتدي حلهم والحل بتاعهم بيكون عكس عقارب الساعة. كمان حابب انوه ان لو المحرك اول مرة يتحل لازم تخلي بالك ان يكون بتستخدم عدة جيدة جدا. عشان استخدامك لمفك مش جيد او او كده هيسبب خلل في المصامير وممكن ما تعرفش تحلها خالص. فيفضل انك بتستخدم عدة جيدة. بعد ما حلنا المطور الاربع مصامير ده نخلي بالنا هنا ان الملفات ما ينفعش اغباطها. بعد كده طبعا بنشيل وردة اللي بشيلها من قدام دي ودي بتكون ركيز المروحة البلاستيك. بعد كده بنحاول ننضف العمود جيد جدا عشان الجلب ما تقفش في مكانها وتطلع من مكانها. لازم العمود يكون امام الجلبة كويس. انا شايفينه السادة ده كله? لازم نشيله وننضف كويس. انا عندنا كده خلاص العمود طلع من مكانه. الروتر. طبعا هنا هنسيب العمود على جنب. والحاجة دي كلها اللي فيها بلاستيك اللي حلناها الاول والصاق دي. اللي ما فيش فيها اجزاء كهربائية ولا ميكانيكية بحتة. هي عبارة عن بلاستيك وكفرات دي هناخدها نغسلها بالمية والصابون ونجيبها. بس هنركناها في جنب دلوقتي ونبتدي نخش على صيانة المروحة. زي ما هنشايفين بعد ما طلعنا المبينة. هنجهز عندنا اي حاجة كده اه بسيطة. فيها شوية بنزيم يفضل يكون بنزيم تسعين او اتنين وتسعين او تمانين. ونبتدي نغسل اجزاء دي كلها من الاتربة والشحوم المترصبة لان وجود الشحوم الاديمة بتكون تراب وده غلط. وده مفهوم خاطئ عند بعدنا لازم ننضف كويس. طبعا هنا نستخدم صنفرة يفضل تكون صنفرة نعمة. ومتاكلش من العمود. انا بشيلي الوساخة بس. او الاتربة اللصقة من الشحوم الاديمة والزيوت الاديمة اللي كانت فيها. زي ما هنشايفين نخليها نضيفة بالشكل ده. وبعد كده نحاول ان احنا نحطها او نخليها موجودة على حاجة نضيفة بقى. زي ما هنشايفين انا استخدمت من اديل حضيت على المبينة. وبعد كده ببتدي انضف انضف جميع الاجزاء اللي هي اوشاش او المحرق كله. برضو اللي تنضفه تشيله في جنب بحيس ان هو ما يصلوش اتربة تاني. لان هي اصلا الكلمة السر هنا تنضيف من الاتربة دي. وما لهاش حل. يعني هي دايما الاتربة هتخش جوها المروحة لان هي من شغلها او طريقة عملها ان هي بتضغط هوا فبيبقى في اتربة في الجو فبيكون الوساخ. طبعا النضافة هنا مهمة جدا. هي كلمة السر زي ما اقولنا. زي ما احنا شايفين. هنا غسيل الملفات بالبنزيم مش هيأثر عليه. بس هو عا تستخدم مادة زي التنر. التنر او عا تجيبه ناحية المروحة خالص. لانه اول حاجة بيبوز البلاستيك وبياكل البلاستيك وهيبوز الملفات. انا هنا مستخدم بنزيم. طبعا لكل حادث الحديث في الكدرات الكبيرة لان انا دخصص الكدرات كبيرة بنستخدم مواد تانية. بس ده مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا في المروحة انت ممكن تغسلها ببنزيم. يفضل بنزيم. بلاش جاز او جاز سولر لانه بيبقى فيه نسبة زيت. بعد عملية الغسيل بيتم تكفيف الاجزاء زي ما احنا شايفين ببلور. لو انت ما عندكش بلاور سيبها شوية او ممكن تسيبه في الشمس شوية ربع ساعة نص ساعة هيجف من البنزيم لانه كده كده اصلا بنزيم من خواصه انه بيتير. بعد كده نستخدم شحم ويفضل يكون شحم جيد. ما تسترخص في الشحم لان نوعية الشحم يعني على فكرة الشحم اللي بستعمله ده فاجل. علبة منه بتعدي بالمصري اه متين وخمسين جنيه. بس ده طبعا عشان تخصصي انا مش بطالب منك انت تستخدم شحم جيد جدا بس ما تسترخص في الشحم يعني. استخدم نوعية جيدة نوعا ما. زي ما احنا شايفين احنا شحمنا الجلب ونركز كواس جدا ومش بكتر الشحم يعني حاول على قد ما تقدر الشحم ما يبقاش كتير هو شحم الجلبة وخلاص على كده مية مية لان الزيادة اصلا مالوش لازمة. بعد ما شحمنا الجلبتين هنبتدي حاجة بسيطة كده ونشحم الاكس بتاع العمود. وطبعا مش محتاجة اقول تاني واكرر. اهم حاجة النضافة. النضافة النضافة. زي ما احنا شايفين المحرك كان شاكل عامل ازاي? وبعد الغسيل بقى بسنا ما شاء الله كويس. لازم تأكد الحاجة ما فيش فيها اتربة ولا اي اوساخ. طبعا من ناحية الخلفية من الاكس دي نحاول ندقى شحم زيادة شوية لان هي بتبقى خاصة بتروس وراء فيترسين وراء خاصين بميكانيزم الحركة شمال ويمين. طبعا الموضوع بسيط جدا زي ما احنا شايفين? بعد كده زي محلتها تقفل وتخلي بقى لك هنا انك الملفات دي ما تتخبطش منك وانت بتبقى تلمبينة ما تحطهاش على حاجة اه تجرحها. لازم تكون دقيق جدا في عملية المراحة دي لان السلك بتاعها رفيع نسبيا واي خبطة فيها هيسبب في قطع في الملفات والمحرك هيبوس. المهم الموضوع مش محتاج شرح كبير زي ما احنا شايفين زي محلين هنبتدي نقفل بالراحة جدا ونتأكد ان الاجزاء بتاعة المحرك متنسكة مع بعضها وباتت في مكانها بشكل كويس. زي ما حلينا طبعا هنبتدي نربط زي ما احنا شايفين بعد النضافة وكل حاجة. فعملية التربيت بنستخدم برضو ان احنا بنجمع المصامير كلها الاول. اوعى تربط على مصمار قبل مصمار او تحرق عليه. انا هنا كلها بجمع المصامير كلها الاول في مكانها ما بحرقش عليها. يعني ما بربطش عليها جامد. وبعد ما جمعها كلها واتأكد ان المحرك مفيش في اي حاجة ضاقرة ومفيش في حاجة عاملة خلل. ابتدي احرق على المصامير كلها سنة بسنة. اتأكدت الحمد لله ان الاكس او الروتر او العمود بتاع المروحة بيلف كويس. بابتدي اكمل بقية التقفيل. طبعا عمود الارتكاز بتاع المروحة ده. بندله سنة شحم خفيفة لان هو برضو بيتحرك داخل الرقبة البلاستيك دي. بعد كده هنربط الاكس بتاع ميكانيزم الحركة شمال ويمين او الخوصة الحديد دي. وهي بيكون لها مصمار ورا. نزبطها كده بالراحة في مكانها. ونبتدي نربط عليها المصمار بكل اريحية. طبعا هنا المصمار ده بيربط في بلاستيك ما تستخدمش الكواء المفرطة. طبعا الاكس ده برضو ما نفعش تربط على المصمار جامد. لان هنا هو بيبقى ليه مجرائبات فيها. في نفس الوقت لو حرقتي جامد انت كده هتعيك الحركة بتاعة الشمال ويمين. لازم تأكد ان انت مش رابط جامد. يعني تربط جامد بعد كده تفكسنة. طبعا دي الوردة بتاعة ارتكاز الريشة. بعد تقفيل المحرك وتبييته. لازم ترجع تركبها تاني مكانها. وبيكون مكانها في المكان ده. بتثبتها مكانها وبزرادية او بنسة. بتبتدي تضغط عليها ضغطة خفيفة لحد ما تبات مكانها بالشكل الجميل ده. وكده الحمد لله تكون عملية الصيانة الدورية وتشحيم الجلب خلصة. ودي هي الصيانة اللي احنا تكلمنا عنها. نبتدي في ترجع الاجزاء زي ما كانت. زي ما عندنا الوش البلاسك ده وهو الوش الخاص بالكفر. بيبقى في بنزين ودول بيكونوا للاعلى. ومكان المصمرين اللي احنا حلناهم. طبعا هنا الحل والربط كله اعتيادي. يعني الرابط مع اعتجاه الساعة والحل مع عكس عقارب الساعة. هي حاجة وحيدة بس اللي عكس عكاس عندنا وهي الصامولة اللي بتبقى فوق الريشة. الوش ده زي ما احنا شايفين اتأكد انه باين في البزود في البنز بتاعه. بنزين فوق وبنز تحت. السامولة دي ربطها مع اتجاه الساعة ونخلي بالنا انه انت بتربطها ما تبقاش معوجة او ميلة لان هي بلاستيك بتربط في الامونيا. فلو فيها خلل انت هتاكلها وهتبوز منك. وهتضطر الاستبدالها. زي ما احنا شايفين الاكس فيه شطفة كده او حتة يعني مشطوفة كده لازم تتأكد ان هي باتت صح في المروحة. دي طبعا السامولة اللي قلنا هي الوحيدة اللي عكس عكاس وهنا لو خدنا بالنا الربط فيها عكس عقارب الساعة وهي دي الوحيدة اللي مع كوسها. ودي بتكون عشان المروحة لما تشتغل السامولة دي ما تحلش. كده الحمد لله المروحة بتاعتنا السيانة بتاعتها خلصت نبتد نقفل الكفر الخارجي. وده بيكون حماية عشان ما فيش حد ايديو تيجي. ولقدر الله يحصل له اصابة من المروحة. اخر روش معنا هو الخلفي. طبعا هنا برضو يعني في المروحة وفي الحاجات البسيطة الصغيرة دي. ما تحاولش تستخدم الكوة المفرطة ودائما تتأكد ان الحاجة مظبوطة في مكانها. ما فاضلش عندنا الا السقاطة او الجزء ده. وده الجزء اللي بيخليني اشغل ميكانيزم الحركة شمال او يمين او افصله. بتأكد الميكانيزم معي اشغال كويس. بعد كده المروحة دي فيها خلل برضو وهو مفتاح السرعات. بيبقى عبارة عن خيط كده بتشده وبتعمل منه سرعات. بتبدل منه السرعات وبتطفي وبتشغل المروحة. المفتاح السرعات ده فيه خلل هيتم استبداله وتعديله. لان المفتاح ده انا ملقتيش موجود. وكنت مستعجل فاستبدلته بطريقة تانية. وكويس جدا ان فيها حصل فيها الخلل دي عشان نشوف بعض الافكار اللي انا ممكن استخدمها. والحية البسيطة اللي ممكن تسهل عليك انك تعدل من حاجة لحاجة. زي ما احنا شايفين ان خدت المقسات بتاعة المفتاح. وابتديت خرمت في الغطى البلاستيك ده. وسبتت المفتاح بمصمرين وساملتين زي ما احنا شايفين كده بالزبط. بعد كده رابطت اطراف السرعات والطرف الاحمر ده هو اللاين هو الطرف الكهربا. والاصفر والاحمر او البرتقاني او الاحمر الخفيف ده والبني دول اطراف السرعات. تلات سرعات والطرف الرئيش. طبعا عملية المفتاح بيبدل ما بينهم التلاتة وفيه التكة الرابعة وهي الفصل الوف للمروحة خالصة. يعني مش بيوصل لاي حاجة فبالتالي تبقى الدايرة مفتوحة فالمروحة ما تشتغلش. كده هنعمل التست بتاعنا زي ما احنا شايفين المروحة في حالة الوف. كده السرعة الاولى. كده السرعة التانية. كده السرعة التالتة. وفي حالة لتحت الوف برضو ويرجع يعيد الكرة. وبكده الحمد لله يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص حاول تطبق الخطوات دي وحاول لو انت مبتدئ تشوف الفيديو مرة واتنين وتلاتة عشان تستفيد منه.